السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانس أحمد هذا التمرين الأول من سلسل التمرين واحد اثنين أول تمرين يقولك أوجد المعكوس الجمعي للمصفوفة ألف المعكوس الجمعي للألف عبارة عن ناقص ألف يعني جميع عناصر المصفوفة بتبدل إشارتهم يعني الإشارة موجبة بتولي سالبة والإشارة السالبة بتولي شنين؟ بتولي موجبة فالتنين هدي بتولي ناقص اثنين السفر يقول زي ما هو والناقص واحد بتبدل إشارتها بعكسها اللي هي واحد والثلاثة بتولي شنين؟ ناقص ثلاثة وهذه إجابة السؤال البسيط جدا يعني تبدل جميع عنصر من عناصر المصفوفة تبدل إشارة متاعتها الثنين تولي ناقص اثنين الناقص واحد تولي واحد الثلاثة بتولي ناقص ثلاثة والسفر طبعا ما غير إشارة أصلا معروف كويس هالأول تمرين ننتقل للتمرين الثاني قال لك إذا كانت محورة المصفوفة هذه تساوي المعكوس الجمعي للمصفوفة هذه فأوجد قيمة كل من ميم هانون كويس محورة المصفوفة يعني الصف تبدل عمود يعني هذا بيولي شنين من هيك يولي هيك وهذا بيولي من هيك يولي هيك يعني بتبدل كل صف بعمود تخلي الصفة هو يولي عمود والصفة هو يولي عمود فكويس إذا محورة المصفوفة هذه تولي شنين طبعاً هو يقعد زي ما هو فيه كان هنا لام زائد 3 2 ميم ناقص 1 بتولي هنا 2 ميم ناقص 1 فإحنا شندرنا بدلنا الصف خلينا عمود لأن هذه المحورة تبدل الصف بعمود هذا الصف نفس الشي بتبدل لي عمود إذا شني تولي 2 ناقص نون هنا و 6 ركز فيها إن لام زائد 3 2 ميم ناقص 1 تولي هنا 2 ناقص نون تولي هنا و 6 هات يعني بدلت كل صف خليتها عمود لاحظ خليت الصفة هو عمود الصفة هو عمود كويس تو طلعت المحورة أنا قل لك المحورة هذه تساوي المعكوس الجمعي للمصفوفة هذه المعكوس الجمعي نحن يقولنا شنو المعكوس الجمعي تبدل جميع إشارات المصفوفة إذا 2 تولي ناقص 2 4 ميم يتولي ناقص 4 ميم لام زائد 1 بتولي ناقص لام زائد 2 و 3 نون بتولي ناقص 3 نون ونسكروا المصفوفة توا بنساوي كل عنصر من العناصرهما بما يقابلها في المصفوفة الثانية يعني العنصر هو بنسوي بهدي هادي بنسوي بهدي هادي بنسوي بهدي كويس أول وحدة اللي هي لام زائد 3 بتساوي ناقص 2 نرفع 3 الطرف الآخر تولي لام بتساوي ناقص 2 ناقص 3 بناقص 5 إذا طلعت أول قيمة اللي هي لام كويس تانية وحدة اللي هي 2 ناقص نون 2 ناقص نون بتساوي ناقص 4 ميم ومنها نرفع 2 الطرف الآخر تولي ناقص نون بتساوي ناقص 4 ميم ناقص 2 لأن 2 عندما ترفع طرف الآخر تولي بيش على سالبة نضربه في السالب للطرفين تولي موجب 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 إذا النون بتساوي 4 ميم زائد 2 كويس هادي خلينا نكتبها هنا النون بتساوي قلنا 4 ميم زائد 2 ونحطها في صندوق ثم نرجع لها بعدين كويس عندك 2 ميم ناقص 1 2 ميم ناقص 1 بتساوي ناقص مضربة في اللام زائد 2 كويس خلينا نكتبها نعودة مجد 2 ميم ناقص 1 بتساوي نوزع السالب الداخل هي ناقص لام ناقص 2 نرفع ناقص 1 الطرف هذا إذا 2 ميم بتساوي ناقص لام ناقص 2 زائد 1 بناقص 1 كويس كويس إذا 2 ميم بتساوي كويس كويس بإمكاني نعوض هنا نطلع قيمة نون إذا نون بتساوي 4 في 2 بـ 8 8 زائد 2 بـ 10 إذا نون بتساوي 10 ماذا الآخر واحدة اللي هي ها 6 ها بتساوي ناقص 3 نون 6 ها بتساوي ناقص 3 نون نعوض بقيمة النون اللي هي 10 إذا 6 ها بتساوي ناقص 3 في العشرة ناقص 3 في العشرة عبارة عن شني؟ عبارة عن ناقص 30 إذا 6 ها بتساوي ناقص 30 نقسمه على 6 للطرفين تمشي هذه مع هذه إذا ها بتساوي ناقص 30 على 6 والله ما تخدوش على كامي نظني ناقص 30 على 6 بتساوي ناقص 5 يعني قسمه وجده للضرب رأو 0 في العشرة إذا ها بتساوي ناقص 5 خلينا تأكد بلا لحاسبة بلا ينبع لإذنكم ولا لحاسبة هي معقولها واحد أستاذ ما يعرف الجدول للضرب أنيرا ناقص 30 تقسيم 6 نظبوط ناقص 5 والله طلعت شرط لرمان مغير من ندرع لروحي هذا بالنسبة للتمرين الثاني إذا لام اللي هي هادي بتساوي ناقص 5 الميم بتساوي 2 والها بتساوي ناقص 5 والنون بتساوي 10 وهذه هي إجابة السؤال ننتقل للتمرين اللي بعده اللي هو هذا قال لك حل المصفوفة 3 سين ناقص هكي طبعا 3 مضروبة بالنسبة لسين ومضروبة لهادي يعني 3 بتتوزع لهادي بتتوزع لهادي قال لك بتساوي 2 سين زائد كذا حل المعادلة إنه سين يعني نبقوا نجده قيمة سين حل المعادلة هادي إذن خلي نقوله إذن السين هي هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي كأننا سؤال امتحان اعتبر كويس نحن نبقوا نجيبه سين السين أنا واضح من المثال هتطلع لي على شكل مصفوف مش عبارة عن رقم فخلي نوزعه 3 الداخل 3 في السين بتلاتة سين ناقص نوزع الثلاثة بالنسبة نضربها في المصفوفة هذه tetوزع لهنة تولي 13 والثلاثة نضربها فيه أيضا في المصفوفة هذه لانه نشوف قوسين معناها ثلاثة بتتوزع لهذه بتتوزع لهذه لما توزع لهذه تولي 13 ولما توزع لهذه تضرب جميع عنصر من عناصر المصفوفة بقيمة ثلاثة إذن الواحد شم بتولي تولي 3 والأربعة تولي 12 سفر والثلاثة في الخمسة ب15 كويس بيساوي 2 سين زائد 0 3 ناقص 1 2 وزعت 3 لهادي ووزعتها لهادي طبعا لما توزحها للمصوفة هذه 3 توزحها هنا وهنا 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 إذن 3 في الواحد ب3 3 في الاربع ب12 3 في الـ 0 ب0 3 في الـ 5 ب15 كويس وننزل باقي الحاجات ننزلهم زي ما كانوا كويس تو نرفع 2 سين للطرف هذا ونرفع أيضا المصوفة هذه إذن 3 سين ناقص 2 سين نرفعها الإشارة موجة بالطرف الآخر تولي سالبة بتساوي حط هذه اللي هي 0 3 ناقص 1 و2 طبعا هذه إشارتها سالبة للمصفوفة هل نرفعها طرف الآخر تولي موجة بها موجة بشني 3 12 0 15 كويس 3 سين ناقص 2 سين عبارة عن شن عبارة عن سين إذن السين شب تساوي أجمع المصفوفتين 0 زائد 3 3 زائد 12 15 ناقص 1 زائد 0 ناقص 1 2 زائد 15 بـ 17 إذن هل هي هادي لا هل هي هادي لا هل هي هادي لا هل هي هادي 3 15 ناقص 1 100 إذن الإجابة هي هادي إجابة هي هادي كويس ننتقل التمرين اللي بعدها فيه تمرين بعدها ولا ما فيش مش عافي ورقة شكلي شكلي شكيتها والله ينظني فيه تمرين بعدها هاهاها المهم خلي أهوة التمرين اللي بعدها هو التمرين الثامن متخفوش حنجاوب التمرينات بالتسلسل فخلي ننتقل التمرين لأن التمرين حلو الصراحة عجبني فقال ليك إذا كانت المصوفة هادي ناقص المصوفة هادي متساوي المصوفة هادي فإن المصوفة سين وصاد وعن الام اللي هي هادي بتساوي إما هادي أو هادي أو هادي أو كل مذكرة خطاء شلقي في كلمة كيف كي كتابت ة كل مذكرة خطاء المهم اه عندك المصفوفة هذه ناقص مصفوفة هذه بتساوي هيك نحن نجيب المصفوفة هي قداش قيمتها كويس خلينا نعاود نكتبها هذه هنا إذا 2 و 3 و 1 و ناقص 2 ناقص صين صاد عين لام بتساوي 1 و 0 و 0 و 1 نرفع المصفوفة هذه للطرف الآخر إذا تولي عندي ناقص صين صاد عين لام بتساوي نكتبه هي 1 و 0 و 1 طبعا هذه شرطة موجة بنرفع الطرف الآخر تولي سالبة إذا سالب 2 و 3 و 1 ناقص 2 كويس نضربه في سالب للطرفين إذا تولي هذه موجبة وتولي هذه سالبة وتولي هذه موجبة كويس إذا تولي سالب للطرفين سالب للطرفين صاد عين لام بتساوي خلينا نكتبه الموجبة هو الأول اللي هو هنا اللي هو 2 3 1 و ناقص 2 و 2 2 و 1 طبعا شنه هذه ناقص المصفوفة هذه 1 0 0 1 طبعا شنه طبعا شنه طبعا شنه طبعا شنه أنه حتى موجبة ثانه و كل ثانه فثانه صاد و عين لام هل هل هي هذه؟ لا ليس هذه هل هي هذه؟ واحد و واحد ليس هذه هل هي هذه؟ نعم هي هي هذه إذن الإجابة متاعي هي جيم الإجابة متاعي هي جيم واحد وثلاثة وواحد ونقص ثلاثة وهذا هو إجابة سؤال نورد فيكم كيف طريقة الأسك الامتحان في الختام لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب لايك كومين شير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته